إلى ذلك أفدت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول ونائبين كرديين في البرلمان الاتحادي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيمنع تمرير أي قوانين أو إصلاحات في حال عدم حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل ونقلت رويترز عن مستشار لسودان رفض الكشف عن هويته أن وفدا من كردستان زار بغداد الاثنين الماضي وبحث مجموعة من القوانين مشيرا إلى أن السوداني أصدر عقب الاجتماع تعليماته لفريقه القانوني للبحث عن طريقة لإرسال أموال الرواتب إلى حكومة إقليم كردستان دون خرق أوامر المحكمة الاتحادية العليا والتي أعلنت في وقت سابق أن إرسال الأموال من بغداد إلى أربيل غير قانوني ويخرق قانون الموازنة العامة